نروح من التعليم اللي تحت للتعليم اللي فوق رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار والحاجة الدكتور جابر نصار هو بطل جامعة القاهرة هذا الأسبوع فيه تلات وقائع وقع منهم انه هو عامل جولة تفقدية النهاردة علشان يشوف سير العمل وسير الدراسة في الكليات والتقى بعضاء هيئة التدريس وكذا وكذا تمام الوقع التانية وقع لطيفة جدا مبارح امر دكتور جابر نصار انه يتم تركيب كاميرات مراقبة جوا المسجد جوا الجامع اللي في الجامعة ليه؟ كاميرات مراقبة اكيد مش عايز يراقب المصلين الناس بيشوفهم بيصلوا ركعتين صح ولا لا والمغرب تلات ركعت ولا لا اتضح انه فيه بهوات جوا الجامعة بيسرقوا الموبايلات جوا الجامعة طلبة بتخش تصلي تحط الموبايل جنبها وتحطه جنب الجزمة او جنب الحاجة الشنطة بتاعاتها تخش تصلي ترجع ما تلاقيش الموبايل وقعت كرارة مرة واثنين وثلاثة واربعة الطلاب اشتكوا فرئيس الجامعة الدكتور جابر نصار امر بوضع كاميرات للمراقبة في ابواب ومداخل الجامع علشان الامن وعدم سرقة الموبايلات ومقتنيات الطلبة ودي حاجة صعبة جدا حياة جدا مش عارف ازاي الناس اللي دي هتطقطع دي اللي بتسرق في جامع حاجة في منتهى السفالة حاجة زي بالضبط اللي بيروح الحج كده عشان ينشل انا مش عارف ده انهي دم اللي بيجري في عقروقه ثم الوقعة التانية وقعت الكلاب لمؤرزة وقعت الكلاب دي انتشرت في الاونة الاخيرة كلاب ضلة جوا جامعة القاهرة والطلبة اشتكت فالدكتور جابر نصار قايل للطب البطري تعالوا تصرفوا الكلاب انتشرت بشكل كبير جوا اروقة الجامعة في الحرم الجامعي طب البطري انت عارف بيريح دماغه هو لسه حيجري بقى وراء الكلاب ويصطدوا بتاعه عربية الكلاب ونقعد نجري وحاجات مني وجبدوا لحمة ومتاع بيش كلام من ده الطب البطري جاي عمل ايه قال لك سموه فالطب البطري دخل سموا الكلاب حطوا لهم اكل في سم كلاب جريت تاك طبعا قامت الدنيا ولم تقعد بعد الطلبة اللي احسسهم مرهفة مع جماعيات الرفق بالحيوان مع جماعيات الرفق بالانسان اساسا لانه محتاجين احنا الجماعيات دي كتير في مصر عملت شغلة عالي جدا عملت شغلة عالي جدا وهوجة وفيسبوك وحاسبه جابر نصار قاتل الكلاب وكذا فتراجع الدكتور جابر نصار واعلن اعتذاره عن تسميم الكلاب وطلب بانه الكلاب دي يتم استياضها وتاخدها جماعيات الرفق بالحيوان وتحطها في النوادي بتاعت الكلاب انا اكتشافت الموضوع ده اكتشافت منه ان فيه عندنا نوادي للكلاب وفيه عندنا فنادق للكلاب سبحانه لا انا مش هسخر اهو بس انا نفسي بقى فيه نوادي وفنادق للبناء ادمي بس بس مش اكتر من كده يعني نفسنا اتعملونا معاملة الكلاب